السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه وسلم. اهلا بكم في قناة يوميات تأسيل. فيديو جديد ان شاء الله يارب تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. زي ما انتم شايفين قدامكم دي جلبية كانت عندي بقالها كتير جدا حتى مش متكملة. الكمان بتاعتها حتى فكتها ومش عارفة هي فين مكانها. فولت اطلحها وعمل اعداد التدوير لها. الظهر كده بينه وبينكم ان انا اه في اعداد التدوير اكتر من من التفصيل. بس انا لقيا بصراحة متعتي في في اللي هو اعداد التدوير اكتر. دي اه جلبية اه انا عاملها عكس المطة. يعني هي متفصلة وهي دلوقتي عكس المطة. بس احنا هنستعملها هنعمل منها آآ بلوزة. آآ هنعملها الخطوط اللي بالطول دي هتبقى بالطول. مش بالعرض زي ما هي معمولة. واعملها بلوزة زي دي بالزبط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الفيديو. ويا ريت آآ اتمنى من اللي بيشوفني الاول مرة. يا ريت يدوس على كلمة اشتراك تحت الفيديو. وفعل الجرس على الكل. ويشرفنا باللايك جميل من ايديه. وربنا يا يحسن ما بين ايدينا وادك ان شاء الله. دلوقتي دي انا هفق الامام هفصله عن الخلف زي ما انتم ما شفتوا كده. عشان اعرف آآ اعمل كل جزء الواحده. تمام? انا دلوقتي هتبتدي بالامام اللي هو معمول في الجلبية دي كده. وهبتدي البلوزة من الجزء الديل من تحت في اخر الجلبية. انتم شايفين المطة? انا معمولة بالعكس. يعني فاهمطة بسيطة والمطة كبيرة بتبقى ايه? الخطوط دي لازم تبقى بالطول. تمام كده? فانا هاتني على قد الجزء الامام على قد المقاس البلوزة اللي انا ورتها لكم. وايسوا الطول بصوا شايفين الديل واسع شوية. آآ من تحت الفوق واسع شوية. فتبعا هنها قضع الحتة الاقصر. ولقيت الطول بتاعتها تمانين سنتي. فانا هقيس البلوزة اللي هي معمولة دي. هطبقها بالمنظر ده كده. واحط من ناحية المقفولة على الناحية المقفولة للبلوزة. تمام كده. هنا هعملها آآ يعني هوسع شوية كمان. عشان القماشة دي لكرة. وفي الشتة ممكن يتلبس تحت منها حاجة. فهتلزق آآ القماشتين على بعض. فانا موسعها شوية. تمام? انا بصراحة حتى تدور على الكمان بتاعتها ما عارفتش ان انا حطها فين. فانا قلت ايه بردوك هستعمل جزء الباقي ولازم زي ما انتم شايفين كده. قبل ما اقص اي حاجة. لازم ايه ساشوف المسافة اللي باقي من ده. اتقدي كموالة. فالقيتها مش هتقضي. هتبقى آآ كنزة شوية او ضيقة على الدراع. فطبعا احنا مش عايزين حاجة ضيقة احنا عايزين حاجة ايه مباحباحة كده ووسع ربنا يوسعها هنا وعليكم ان شاء الله. انا دهتي خدت المقاسات. وخططت الكتف والجناب. لازم ااكد بعد ما شلت البلوزة ااكد على المقاسات بالخطوط الاحمر معلش اللي انتم مش هتشوفوها وفي نفس الوقت انا لو عملت بالتبشر الابيض كانت لو مش هبتمط معي فما كايت هتتعبني في المرسم عليها. فانتو لو بسيتوا على الخطوط اللي انا عمليها ومشيتوا على رسمة ايدي هتعرفوا القصة ماشية ازاي. فطبعا لازم ادبسها عشان عبال ما افردها كده بالمنظر ده كده. واقصها ما تزحزحش مني. وتبقى القصة ايه مظبوطة. عبال ما قصة انا عايزة اه اشكر من اه قناتي اه قناية سمر علي للخياطة على زقها واخلاقها العالية اللي يعني ما فيش حد بيقصودها الا وبتجبر بخطره. ربنا يجبر بخطرها وبخطر الناس كلها يا رب. زائد على كده ان فعلا قناتها آآ بتبقى لها هدف ان هي بتعلم الناس. واقسم بالله آآ برضو كنفس الوضع آآ بالنسبة لي انا. ان انا حريصة ان انا اعلم الناس اللي هي مبتدأ والناس اللي هي عايزة تعمل اي حاجة في بيوتها وهي قاعدة ومش عارفة. واحنا كل اللي محتاجينه بس سواء قناتها او قناتها او اي قناة محترمة بتحاول تعمل حاجة مفيدة للمتابعين ان احنا نتشاف بس مش اكتر. ده اللي عايزينه بس والله يعني الحمد لله الوحيد اللي دخل خاص به من محلو كلام ده فانا عايزة ان انا احس ان انا تعب في الفيديوهات ده اني على حق وصح وبفعلا بفيد الناس. وخيركم من تعلم العلم وعلمه. آآ دلوقتي احنا خلاص خلصنا الجزء الاولين اللي هو الامامي. وآآ طرح ما خلصناه هنستعمله كباترون للخلف. او الاتنين انا لسه محددتش الخلف من الامام بس لازم اعمل الجزء التاني بيبقى آآ كباترون. يعني الجزء الاولين اللي انا عملته هستعمله كباترون للجزء التاني. بعد كده هعمل التعديلات دي اللي هتفصل ما بين الخلف والامام. يعني لو تلاحظوا انا هقص على اساس ان هي الاتنين زي بعض. وفي الاخر خالص هعمل آآ الخلف من الامام بالتعديلات بتاعته. وبردك انا هعمل في المرأة في القصة دي المرأة اللي مش المرأة المرأة دي اولا السحري اللي هو مش باين وكمان آآ النص اليقب تريدها حلوة وجميلة جدا. برضك عملتها في الفيديو اللي قبل ده اللي هو ايه بتاع الاطفال. فدوقتي انا خلاص حطيته فانا هقص. انا قلت هبريكم لان ايه هقص بعيدا عن الكاميرا عشان انا ايديا لما بيتلوح ما بقدرش ان انا الفها. فانا قصيته. وارجعت لكم تاني. ودلوقتي ناقص ان انا اعمل الدوران اللي هو بتاع الطول. اللي هي اتنين سنتي او ثلاثة سنتي بتتاخد من الجنب. الناحية المفتوحة على ما فيش الخط في النص اللي هو المقفول. دلوقتي بقى بعمل التعديلات ومعليش انا بحاول اعدل الكاميرا برضوك انا بصور لوحدي وبردوك الصوت يعني الحمد لله ده مكرم ربنا ان انا بقيت اعمل حاجات دي الوحدي. يعني تعلمتها. فدوقتي بعمل التعديلات بتاعة الرقبة للامام. وهعمل برضوك هاخد صنتي كده. اه بتاعة الرأة الكتف. والتعديل بتاعة ايه? خط الخط الجيرو برضوك هعملها بس هو ايه? ما واضحش وانا اه وانا بعملها او اتقصت مع المنتج. دلوقتي دي الحدث البيا اللي انا هعمل منها الكم. انا ما كانش في الدماغي بصراحة ان انا هعمل الكم شكله ايه? بس الحدث وانا بفردها كده. جات للفكرة اللي انا هعمل الكم البومبي اللي هو الجزء اللي فوق دي واللي تحت ايه بقى فيه قصر صغيرة. وآآ كشكل يعني انا مجبرة ان انا اعمله كده. فبالمنظر ده كده. اهو. انا لقيت آآ هعمل الجزء ده نصين. الكم النصين. اللي انا شلته ده هعمله الجزء اللي تحت. لانها قليلة. الجزء ده بقى اللي انا اعمله آآ اللي هو ترمبة القم. ايز اعرفكم بس ان اعادة التدوير ده آآ صعب جدا. يعني بيبقى اصعب من لما يكونوا لقمشوا قدامك وبتعمليه من اوله خالص. بس سبحان الله اللي هاوي الموضوع هو ده اللي بيفرب. الهاوي وحبيب المهنة دي هو ده اللي بيبقى عنده كمية صبر كويسة وبيبقى فيه عنده افكار يعرف آآ يعدل منها ايه. ده ده مثلا خط الطول ده تلع ان هو آآ بتاع خمسة وتلاتين سنتي وهنا ليناه كمان بالزيادة. يعني اكتر من خمسة وعشرين سنتي. فدلوقتي انا لما قلبت وفردت القمشة لقيت فيه حتة آآ اقل صغيرة من الناحية التانية. فلقيتها هستعملها هي ترمبة من هنا ترمبة الكم. زي ما انتم شايفين كده. لازم ازبط الشغل الاول وزبط القمشة وافرده عشان ما يباش فيه عندي حاجة مقصرة بها فيها بعد كده. ادي حددت اللي انا عايزاها اللي هو على اساس حردة الجيرو. واخد من فوق هنا الترمبة الكم. مع الدوران. من الحتة اللي هنا كده لازم آآ بس اخطتها كده وعملها بالواسع برضو. القاعدة على الترابيزة دي وانا بقص او بعمل الحاجة زي كده. ببقى مش قادرة اقول لكم انا ببقى دماغي آآ وعناي على الحاجة اللي انا بعملها. ومركزة بكون مخلصة كل اللي ورية في البيت عشان محدش آآ يعطعني. والعيال برضو بقول لهم بنبها لهم محدش جي جنبي. وانا وانا بقص او انا بعمل بطرونة او حاجة زي كده. ده احنا خلاص بنصفي القم الجزء اللي فوق. الجزء اللي هيتركب في البدن. زي ما انتم شايفين كده كده مثالي هو ظهر. ودي العلامة اللي انا هخيط منها. خط النص. وطبعا احطها كده اقلبها عشان افتح القماشة عشان دي كانت متنية كانت كبيرة وانا تانيتها. فمقفولة. وبردو كاعلم خط النص. واجب اقيس عليها نفس اللي انا هقص من القماشة الصغيرة. دي اهيه بتاع اتنين وتلاتين. والتانية دي انا هعملها على نفس نفس الاتجاه. اهو كما هيبقى بالمنزر ده كده. فانا هقيس الجزء اللي تحت. تلعه هو خمسة وتلاتين. يعني انا عندي بالزيادة كمان. بس قلت ايه? لأ لما يبقى بالزيادة احسن. اقولت اجرب برضو ايه? الخطوط كنت عايزة اعمل الخطوط اللي فوق بالطول واللي تحت بالعرض عشان تبقى باينة. بس ما ما نفعلش. فاحنا عملناها ايه? بالطول زي الاتنين مع بعض. فطبعا انا هساوي القماش اللي بين قدامكم كده. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله للعظيم. الواحد حريص برضوك على الاسائس دي البترونات او المأساس اللي احنا بناخدها بتخليك بتوفر لك قماش. يعني الاسائس دي لازم انا محتاجة ان هعمل منها اسورة. هعمل منها نص الياءة. هعمل منها مرض. فبردوك ببقى يعني الاسائس دي كلها بخليها آآ وبتوفر لي. يعني المأسات بتوفر لي. يعني الجزء اللي انا اخططه اللي في الاخر ده اللي هو هاقصه اللي انا هاقصه ده 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 على المقفول. ده انا هستعمله يا اما نص الياءة او مرض او اسورة ايا كان. بس برضوك ايه? هيتعايز. دلوقتي انا بقيس الوسع بتاع الجزء اللي هو اخر الجزء اللي فوق. ونفس المقاس لازم يبقى اللي اتنين قد بعض. قد بعضي بس انا برضوك ايه? هحاول ان انا ازبط ايدي. على اساس ان انا عايزا انا بصراحة ما كانش في دماغي ان انا هعمله بمبيه او انا قلت توصيلة. وهعملها بكسرة كده بسيطة. بس لقيت القمش معي يعني ان انا ادايق عشان دي لكرة. ففاش حاجة لما ندايق الجزء اللي تاع الجزء اللي ادايقه. ووسع الجزء اللي تحت يديني قم كسرة كده بسيطة. زي ما انتم شايفين كده. القم دقريبا زهر. ودلوقتي قديل الحدث دي الاسائيس. هعملها النص الياقة. ونبتدي نروح ايه? للخياطة. يعني احنا كده في المحل. هنبتدي بقى. هنبتدي الاول في الحدث اللي هي المقصوصة اللي هي قم. هنبتدي نزبطه. الفرد على الفرد. ونخيط كل كم لوحده. وفي الاخر هتشوفوا شكله ايه? آآ الكشكشة اللي فيه او الكسر. الكام كسرة بس اللي في النص ميديه له شكل حلو جدا. اللي وصل معنا هنبتدي في الفيديو. ياريت ما ينسناش في اللايك وشير وسبسكراب عشان يوصله كل جديد وكومنت محفز من نقوة عشان يعلي الفيديو ويوصل لناس اكتر آآ ويادروا يستفيدوا. آآ ولو حد عنده اي استفسار او عايز عصة معينة اعملها له والله من عيني اآ انا اعملها له في فيديو خاص لوحده. بس ايه تفاعلوا بس معي كده وان شاء الله هتشوفوا اكتر واكتر. آآ زي ما انتم شايفين الكسر كده كانت في النص. آآ انا كان ممكن اعمل الكسر كلها لو لو ماشا معي في البومبي كله لا انا عملتي استكفيت بكم كسر كده في النص. برضو كعمل الجزء التاني وهيبلكو الكوم بعد ما خلص الكومين شكلهم ايه? ايه رأيوكم الاتنين? كسر بسيطة بس ميديها شكل حلو. نبتدي بقى في بقية الجسم هعمل لكم المرد السحري. المرد اللي هو آآ بيبقى مش باين خلص اللي يدوبك شقة كده بسيط. هنجيب حتتين قماش آآ العرض اللي انت عايزاه كده كده هيبقى من جوة. وتحطيهم جنب بعد في خط النص بالزفر. وتمشي الخياطة على من طرف القماشة على ما يعني على نص سنتي او اقل نص سنتي. وعند ايه? عند النقطة دي اللي انا بثبت فيها المكنة بتبع الحرف. وهجأ اخيط غرزة او غرزتين بس. وابتدي اعمل النحل الاتجاه التاني من على قطعة القماشة التانية اللي هي ايه? آآ الطويلة. زي ما انتم شايفين كده? خلاص. كده خلصت ايه الخطوة المهمة. ابتدي بقى ايه? الخياطة اللي من وره دي بشقها. هتلاقيها في الاخر كده نزلة على سن ابرة او يعني اللي انا بقصه دوا في اخر ما بقص جاي على الفرق ما بين الخط الخياطة اليمين والشمال هتبقى في عدود اه اتنين ملي او مش محصلة كمان نص سنتي. تمام? ابتدي بقى اقلبها ودخ اقلب القماشة الجوه هتتقلب معي لان انا قصة بالزبط اصل اه على حرف الخياطة. اجي الناحية طبعا احنا عندنا الناحية اللي من هي اللي بتبقى على الشمال. فدي اللي احنا اه دي الشمال دي اللي هتبقى بكان الزرائر فهنسيب لها مسافة وهنطبقها بالمنظر ده. انما الطرف التاني هيبقى على الحرف. يعني هندخل القماشة الاضافية هندخلها الجوه كلها. شوفوا الشكل كده يا رب يكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومة وايه? وصلت بسرعة. زي ما انتم شايفين من ورا كده? اهي. الصغيرة دي كده لازم اداها بونت صغير كده خياطة على الطرف بيبقى خياطين كده زي الهدوم الجهزة. بيبقى اه خياطة بالعرض. اه خطين فوق بعض كده. بتبقى في اي مرض في اي او اي حاجة جهزة. دي باسبتها اه الاول. فيه ناس بتخيط بتعمل شيمة صغيرة في الخياطات اللي انا عم لقى في المرد من جوه. الاول. بس انا لا قلت عشان ما يطلق بطش معي والقماشة دي الزحزة. انا بدل خياطة البونت للصغيرة اللي تحت الاول. بعد كده افك الدبابيس. وهمسك بقى ناحية ناحية. الصغيرة اللي هي المتنية دي. بدخل الطرف الخياطة الجوه. وابتدى ادي عليها اي خياطة شيمة صغيرة كده تسبتها. تسبت الخياطة. ده يعتبر المرد السحري. وبردك ان شاء الله بازني اللي اطلبه بس وانا. وده بس الطرف التاني ده كده بيبقى على الحرف خالص. بدي شيمة صغيرة هتشوف شكلها بقى حال. يا ريت بس اكتبولي في التعليق اللي عايزي الحاجات دي يعني بالتفصيل. انا اعمل فيديو خاص للمرضات. وبردك للتركيبات السوسط. لاني فيه انه فيه طرق كتير للمرض وفيه طرق كتير للسوسط وتركيباتها. زي ما انتم شايفين كده هي مش بينة. يعني اللي فيه ناس بتعمله في بلوزات ما بيبينش ان هنا مرد الا بالزرائر. بس كده. هنبتدبع ايه? ده احنا خلصنا الشغل اللي هو في الامام. نجيب الخلف بقى بطريقتنا العادية خالص. نحنا نجيب الكتف على الكتف. ونخيطه ونعمله اوفر. عشان بعد كده نحضر ايه? الكومام اللي احنا خلصناها في اول محطنا القماش على المكانة. خطوة خطوة كده لما تعرف انتي تبتدي بايه? وتنتيه بايه? بتبقى الدنيا معاك سهلة. ان شاء الله هتبقى سهلة على طول. اهو كده خلصنا الكتاف وعملنا الاوفر. ده بنتركب اه الفرد على الخياطة بتاعت الكتف. وبنخيطها. هخيط معاكم اه قم واحد. ده بس اثبت الاول الكمين من على الطرف. هنخيط مع بعض واحد وبعد كده هوريكم وهنقفل الجنبين. وبعد كده هنشوف الشكل الكومام ايه? استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اهم حاجة انتي تكوني مرتبة في دماغك هتبتدي بايه? او اه كل خطوة بتبتدي انهي خطوة بتبتديها الاول. ده بيسهل عليك الموضوع ومهما كان الفستان او البلوزة فيها قصات وفيها آآ تفاصيل كتيرة. بس يتلمى مرتبة في دماغك. ومصفية زهنك. الحكاية كلها تبقى جميلة جدا وسهلة جدا. دلوقتي احنا خلصنا اول قم. وكمان دلوقتي احنا بنخيط خياتنا خلاص اللي هو تاني قم. كمان زي ما قلتوك انا هخيط واحد بس قدامكم. دلوقتي وفيه حاجات مصبرش زي الكتاف بالضبط لازم اعملها الاول. دلوقتي بقى انا بقفل الجناب ولو لاحظته من بعد القم فيه تدويرة تكسيمة شوية كده من عندي الوسط. دي بتبقى آآ جميلة بتدي شكل برضوك حلو البلوزة. دلوقتي بقى ناقس الاسورة من هنا. الاسورة دي بقى ايه اللي انا ايه يعني مش خبتي فيه انا قلت اعمل الخطوط بعكس ما انا عاملة القم بس الاسف تلاقي تلمط عكس. يعني هو ما بقيتش توسع عشان كده هتلاقوني اللي انا موسعة موسعة الاسورة. عشان آآ ما بتمطش تتمط عكس. وطبعا عشان ما فيش قماش غيرها فانا مضطرة ان انا آآ اعملها بالطريقة دي. حاجة تقضي الغرض برضو ايه مش وحشة برضو. عشان اقول لكم فعلا ان اعادة التدوير دي بتبقى حاجة صعبة. آآ بس انا عشان انا هوياها برضو. آآ لكن لما بيكون قماش وانه هو لسه قماش بتخططي. بتخططي ان انتي آآ انه اللي بتطوله وانه بالعرض لو كان فيه مخطط او لو كان آآ كله زي بعض آآ المطة بتاعتها بتحديدها وانتي بتقصي. دلوقتي انا بركب الاسورة زي ما تشوفت بص هي واسعة شوية بس برضو شكلها حلو مش بطال. دلوقتي بقى هنيجي ايه للحاجة الجديدة برضو كده انا بقيت اعملها النص الياء. طبعا القماشة دي قليلة على الرقبة. فطبعا آآ قلت هي بتمط. دي عاملها بالمطة السليمة. فهشوفوا الطريقة اللي انا عاملها كده اللي هي بالبوزة دي كده النص الياء دي بتدي شكل بصراحة جميل جدا وانا عاملها في البلوزة اللي انا بترك عليها آآ في اول الفيديو اللي انا هعمل زيها. انا دلوقتي بسبتها عشان ما تزحلقش مني القماشة. القماشة دي يعني ايه رغم انها فيها قطني بس غريبة ان هي بتلزق. يعني انتي لو ايديك خشنة صوابعك خشنة بس نتيجة الساعة بتلاها بتشبط فيها القماشة. فدلوقتي انا آآ عشان كده بسبتها بخياطة. انا ببتدي بقى من اول المرض بسبت النص الياءة. وانا ماشي بشد. هي الرقبة واسعة. انا عارفة ان هي طلعت مني واسعة. بس برضو آآ انا في ترمى القماشة بيمط هتلمي معايا. وده ميزة القماشة اللي بيمط على فكرة. بيجي معاك في اي ايه? في اي مساحة. دلوقتي انا خلصت النص الياءة والكمامة هي. والبلوز يعتبر خلصت. يا رب بتكون آآ قدرت ان انا اقافتكوا وتستفيدوا. ودي شكلها هي روعة بصراحة والشكل من البيت جميلة جدا. اشكركم واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.